هذا يسأل عن حديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله يسأل عن هذا الحديث المبارك هذا الحديث فيه فضل عملين جليلين أولهما البكاء من خشية الله عندما يتدبر الأنسان القرآن أو يتفكر في مخلوقات الله تعالى هذه العين التي تبكي رب العالمين حرمها على النار وأثنى عليها في القرآن الكريم قال الله تعالى وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهِ رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه ذكر الله خاليا ففاضت عينه هذا حينئذ يكون الإنسان قد وصل إلى هذه المرتبة أن الله يحرم عين على النار لا تمسهم النار العين الثانية العين التي حرست في الجهاد كان الناس قديمين يحتاجون إلى من يحرسهم في الليل لأن لا يهجم عليهم الأعداء فالجيش ينام وهؤلاء الحراس يمسكون الودية ويمسكون الأماكن التي يمكن أن ينزل منها العدو يحرسون فالعين التي تحرس في سبيل الله وينام المجاهد آمنا مطمئنا لأنه يعلم أن أخا يحرسه ولو جاء من يريد أن يهجم عليه نبه وأخذ حذره وتناول سلاحه ودافع عن نفسه هذا العمل الجليل رب العالمين حرم على هذه العين التي نام الناس وظلت ساهرة تحمي المجاهدين وتبعد عنهم العداء حرمها الله تعالى على النار ترجمة نانسي قنقر